السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النظام الجزائري بإعلامه الرسمي يهاجم السعودية وقطر بسبب المغرب والدراجي يبلع لسانه خوفا على منصبه زعمت وسائل إعلام جزائرية أن تصريحات الممثلين الدائمين للسعودية وقطر بالأمم المتحدة خلال الجلسة الخاصة بالصحراء المغربية مجرد مهاترات ومغالطات سخيفة لتضليل الرأي العام ونقلت بوابة قناة النهار التابعة للمخابرات الجزائرية أن كلمات الممثلين الدائمين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة النقاش العام لللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل في طياتها العديد من التناقضات والمغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وجاء هذا عقب تأكيد السعودية دعمها لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية مشيرة إلى دعمها لمبادرة إنشاء حكم داتي في المنطقة كما جددت دولة قطر بدورها دعمها لحل سياسي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية بإطار سيادة المملكة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدراجي يبلع لسانه الصليط بعد تجديد السعودية وقطر لدعمهما لمغربية الصحراء عكس نظام العسكر الجزائري والذي أصيب بسعار حاد بعد تجديد دول عربية شقيقة دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية وإشادتها بالجهود التي تبدلها المملكة قصد إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء المغربية بلع المعلق الرياضي حفيد الدراجي لسانه الصليط والذي كان يتطاول على المغرب وصحرائه غير أنه فضل الصمت بسبب خوفه من فقدان منصبه بقناة بينسبور لأن الأمر يتعلق الآن بقطر